التوزيع السكاني يبدو أن هذا الكتاب به أخطاء علمية لما تقول ذلك؟ لأنه يحتوي على معلومة تقول أن عدد سكان العالم في الوقت الحالي اقترب من سبعة مليار نسمة هل هذا يعقل؟ أن يتواجد على سطح كوكبنا سبعة مليار إنسان؟ وما المشكلة؟ كيف يعيش سبعة مليار في كوكب واحد؟ أولاً كوكب الأرض ليس صغيراً كي لا يتسع لسبعة مليار إنسان ثانياً هذا العدد لا يتواجد في مكان واحد بل هم موزعون على سطح الأرض ماذا تقصد بأنهم موزعون على سطح الأرض؟ أقصد أنه يوجد توزيع سكاني على سطح الأرض وما المقصود بالتوزيع السكاني؟ التوزيع السكاني هو نصيب كل وحدة جغرافية من السكان كالقرات والدول والمناطق الإدارية والمدن والأحياء إذن على كل الجهات المسؤولة في أي دولة أو مدينة أن تدرس هذا التوزيع السكاني لكي توزع خدماتها ومواردها على السكان بشكل عادل هذا صحيح، فدراسة التوزيع السكاني تسهم في توزيع الخدمات العامة بناءً على الاحتياجات المختلفة لكل تجمع سكاني، كما أنها تساهم في رسم خطط التنمية الشاملة وهل التوزيع السكاني يتم بشكل منظم؟ لا، بل يكون توزيعاً غير منتظم وضح لي بمثال مثلاً، نجد التوزيع السكاني مختلفاً من قارة لأخرى فمثلاً يتركز السكان في آسيا ويقل تركيزهم في استراليا وبالنسبة لمملكتنا، فنلاحظ تركز السكان في مناطق معينة مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية ويقلون في مناطق أخرى وما هي أسباب هذا الاختلاف في التركز السكاني؟ لأسباب كثيرة، وهي نوعان عوامل طبيعية وبشرية ومن العوامل الطبيعية مثل المناخ وطبيعة التضاريس والموارد الطبيعية فتقل الكثافة السكانية في الأماكن شديدة البرودة والصحاري وتزيد الكثافة السكانية في الأماكن المعتدلة التي يوجد بها أراضي زراعية أما عن العوامل البشرية فمنها درجة التحضر وتوطين السكان وفرص العمل لذا تزيد الكثافة السكانية في الأماكن المتحضرة المليئة بفرص العمل وتقل في الأماكن الفقيرة غير المتحضرة لقلة الفرص فيها لقد ذكرت كلمة الكثافة السكانية أكثر من مرة فماذا تقصد بها يا يوسف؟ إن الكثافة السكانية تستخدم لقياس معدل تواجد السكان في منطقة ما والكثافة السكانية تساوي عدد السكان في منطقة ما على المساحة الكلية لتلك المنطقة هذا رائع الآن اقتنعت أن كوكب الأرض يعيش عليه سبعة مليار نسمة وماذا كنت ستفعل إن لم تقتنع؟ كنت سأؤلف كتابا لأرد على هذا العالم وأصحح له ما كتبه خلاصة ما درسناه اليوم تعرفنا على التوزيع السكاني وكيف يتم بشكل غير منتظر وما هي العوامل التي تحدد توزيع السكان على سطح كوكب الأرض وهي عوامل طبيعية وبشرية ووضحنا المقصود بالكثافة السكانية ووضحنا أكثر القرات كثافة بالسكان وأقل هذه القرات كثافة اشتركوا في القناة